صحبه أحببت أن أطل على أبناء شعبنا لأضم صوتي إلى صوتهم وحزني إلى حزنهم ومواساتي إلى مواساتهم الحسين عليه السلام كان ولا زال وسيظل خالدا بمشروعه الإصلاح وإنسانيته التي تجلت حتى مع أعدائه أثناء المعركة خالدا بركبه وهو يحمل نساء الرسالة وصاحبه الذين تنوعوا بين عربي وعجمي مسيحي ورومي وعبد وحر وهذا دليل على شمور ثورة الحسين للجميع ودليل على أنه عليه السلام للكل ويقف مع الكل في مظلوميتهم دون تفريق عرق أو لون أو طائفة في عشراء الحسين ما أحوجنا أيها الأحبة إلى إنسانية الحسين وإيثاره ووقفته بوجه الظلم والجور والنصرة المظلومين الحسين رمز للتحرر والتعايش السلمي والتصالح مع الذات فهو جامع الجميع لا يقف عند مذهب أو طائفة أو قومية وقد تحول من شخصية ثائرة إلى شاخص لكل الثوار ومن إنسان مؤمن إلى رمز للإيمان ومن رجل مصلح إلى رمز للإصلاح يا أبناء الشعبين الصابر تمر عشراء الحسين هذا العام والعالم كله يعيش أزمة كبيرة في ظل صراعات وفي ظل انتشار جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كل مرافق الحياة والتي أثبت من خلالها أبناء شعبنا على أنهم على أثر الحسين في تكافلهم الاجتماع مع الفقراء والمهتاجين وبصمود جيشهم الأبيض مع المرضى والمصابين العراق اليوم يعيش مرحلة تحولات حساسة وخطيرة فالعراقيون بعد معاناة طويلة وحرمان مديد يتطلعون إلى العدالة وسيادة القانون وإنهاء الفساد وتأمين الحياة الحرة الكريمة يتطلعون إلى ترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة وغير المنقوصة والمحتكمة إلى الدستور والقانون فلابد من تلبية الاستحقاق الوطني في الإصلاح وذلك من خلال الاحتكام إلى الشعب في انتخابات مبكرة والتي يجب أن تكون في أجواء تسودها الثقة بعيدا عن التلاعب والتزوير وهو ما يتطلب توفير المستلزمات الفنية والقانونية لتطمين العراقيين بنزاحتها وصدقها وتمكينهم من موارسة حقهم الدستوري في تقرير مصير بلدهم وانتخاب نوابهم وحكومتهم بعيدا عن كل قيمومة أو تدخل أو تلاعب وهي دعوة لنا وللفرقاء والشركاء أن نقتفي أثر الإمام الحسين عليه السلام في خدمة أبناء شعبنا والوقوف معهم في بناء الوطن ودفع شرور الأعداء عنه وتقديم كل شيء يرفع المعاناة عن كاهل العراق الذي يستحق كل خير وأمان وإزدهار أظم الله أجر المعزين بشهادة صبت الرسول عزائل المرجعية الدينية الرشيدة ولكل الخيرين في العالم الذين تعلموا من الحسين واتبعوا منهجه وحفظ الله العراق وشعبه وقواته الأمنية بكل صنوفها من كل سوء ورحم الله كل شهداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمل أن تكون عصيد nice وأمل أن أaneousادس نفراقاته أيضا وعصى